اشتركوا في القناة افضل من هذا التطبيق الذي اسمه نيف بريفايسي اولا وقبل ابدا في الشرح لو كانت لك اول مشاهدة لا تنسى الضغط على الزر اشتراك اسفل الفيديو وتفعيل خاصية الجرس بعدها تضغط على الرابط لتقوم بتحميل هذا التطبيق من موقعنا مستر نورو للمعلومية هو متوجد على بلاي ستور بعد تحميله تضغط عليه اغري انت كونتينيو بعدها مباشرة تعطيه صلحية الاكسز للدخول وحماية ملفاتك حمايةك من الاشياء كثيرة سوف نتطرق اليها في هذا الشرح اول شي لو كان هاتفك يدعم بخاصية البصمة تضغط على البصمة ثم تختار باسورد او الباترون الذي هي النمط نحن نضع باسورد فقط نضع 1 2 3 4 نضغط اوكي ثم نعود كتابة كلمة المرور ثم اوكي ثم اللو حيث سوف يأخذك لوضع ايميل الذي يجب ان تقوم بوضعه لان هذا الايميل هو الذي سوف منه تستطيع ان تسترجع كلمة المرور لو نسيتها حيث سوف يكون محمي هاتفك بطريقة جد امينة ان شاء الله تضغط على السيف بعدها مباشرة انظر معي هكذا مين تضغط على السيف هكذا نضغط على السيف سوف يذهب لك ويدخل مباشرة الى التطبيق حيث تشاهد هذه الخلفية الحمراء لانه يوجد لدينا 6 اشياء يجب ان نتخذ بها بعض الاجراءات اول شي بعد ان يختارها لك يعطيها واحدة تلو الاخرى ان تختارها اول شي يجب ان تعطيه البرميسيون للدخول وحماية جميع التطبيقاتك بالضغط عليه بعدها مباشرة تبحث عليه سوف يفتح لك مباشرة الاكسيس تضغط على التطبيق تضع اشارة صحة عليه هذا بالنسبة لشيء الاول الشيء الثاني تضغط اكتيفيته حيث بعد ان تقوم بالتثبيت او تفعيل هذه الخاصية لا يستطيع اي شخص ازالة هذا التطبيق من هاتفك حتى ولو دخل على يعني الاعدادات الخاصة بالهاتف وارد ان يقوم بازالته لا يستطيع شيء اخر نف ابس او تسع تطبيقات يجب ان تقوم بحمايتها وهي تلك التي تحتوي على المواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك مثلا واتساب فيسبوك ماسنجر فيبر سكايب كما تلح تضغط على حيث سوف يقوم بحفظها لك بالضغط على كلمة اوكي وتضع اشارة برميسيون هنا ومن ثم تعود تضغط على كلمة لوك حيث لا يستطيع اي شخص تدخل هنا توجد 100 صورة او 101 صورة يجب ان تقوم باخفائها اذا اردت اخفائها اذا لم تريد اخفائها تضغط على كلمة هايد وثم تضغط على كلمة سكيب هنا واذا اردت اخفائها تختار اي صورة مثلا هكذا تضغط على ثم ثم تضغط على هكذا قمنا باخفاء الصورة وحيدة نحن اخترنا الصورة وحيدة فقط شيء اخر هنا ايضا نفس الشيء بنسبة للفيديو تختار اي فيديو مثلا سوف نجرب نحن هذا الفيديو هكذا تضغط على added تضغط على كلمة my video ثم كلمة done هكذا شيء الاخير الذي سوف نضغط عليه enable هو اي شخص اراد ان يقوم بالتجسس على هاتفك واستعمال كلمة مرور خاطئة مباشرة سوف يقوم بالتقاط له صورة وتكون على التطبيق لتعرف من اراد التجسس على هاتفك تضغط على كلمة enable no ثم يأخذ صلاحة الكاميرا العادي لا توجد اي صورة لانا استعملنا هذا التطبيق الان اصبح كل شيء باللون الاخضر وهو اصبح باللون الازرق لون اضغط عليه مرة ثانية تأتي كل الامور صحيحة ويعني هاتفك الان save تأتي الى ثلاث نقاط هنا التي في الاعلى كلمة الاولى الاعدادة توجد الاعدادة الخاصة بالهاتف اول شيء كما تلاحظ lock the new apps اذا اردت تثبيت اي تطبيق تلقائي يقوم بحفظه لك بكلمة مرور او البصمة او الباترن تضع اشارة الصح اذا لم تريد ذلك تقوم بايقافها عادي جدا شيء الثالث التي او الخيار الثالث يجب ان تتركه معلم حيث لا يستطيع اي شخص كما اخبرتكم ايقاف تطبيق او ازالته من هاتفك يعني اذا قمنا الان كما تلاحظ نخرج من التطبيق لو نقوم الان كما تلاحظ هكذا يزنستال الهاتف ثم يعود التطبيق يعني لا يستطيع اي شخص يعني ايقاف التطبيق الخاص بك الان اضع كلمة المرور يدخل التطبيق عادي جدا نعود الان الى الاعدادات شيء الذي في الاسفل تغيير او type lock type لاستعمل باسورد كما لاحظتم ان استعمل باسما يظهرت ايقافها تقوم بإيقافها تغيير كلمة المرور توجد هذه الاشياء من هنا فقط اسفلها توجد كثير من الاشياء اولها ابلوك اذا اردت اختيار اي تطبيق لإيقافها مرة اخرى تضع على ايشارة صح value لترى الملفات التي قمنا بحفظها احنا قمنا بحفظ هذه الصورة الفيديو هنا ترى الفيديو التي قمت بحفظها شيء الثالث الملفات انا لم احافظ على اي ملف اذا اردت تضغط على اشارة الصح من هنا تختار الفولدر وتختار الملف بالضغط عليه وإشارة الصح تختار اي ملف تريد ان ايقافه تنويه وتحذير اي شيء اردت قمت باخفائي هنا واردت ازالة هذا التطبيق يجب ان تقوم بالضغط على الصورة هكذا او الفيديو ثم تضغط على كلمة ان هايت حيث يقوم باسترجاعها الى هاتفك عادي جدا هكذا وبعدها مباشرة تقوم بازالة التطبيق حيث يعني للحماية او عدم ذاتك الملفات يقوم بتنظيف هاتفك هنا تأتي الصور التي يعني صورناها من المتجسسين الذين ارادوا ان يتجسسوا على الهاتف هنا ثيم اذا اردت تغيير الخاص بالتطبيق عادي توجد كلمة icon hide icon hide اذا اولا up icon change اذا اردت تغيير ايقونا حيث لا يتعرفون الناس على التطبيق تختار اي ايقونا مثلا سوف نجرب نحن هذه الايقونا واذر تضع عليها اشارة صح اسفلها كما اخبرتكم hide ايقونا اذا اردت ايقاف الايقونا يعني حذف الايقونا نهائيا من جهازك تقوم بالتعليم على اشارة صح وتستعمل الكود الذي هو يكون مربع نجمة وتضع كلمة مرور ثم تضغط على اتصال يخفى التطبيق نهائيا وبعدها مباشرة اذا ادخل الى التطبيق تضع مربع نجمة وتكتب كلمة المرور سوف يدخل بك التطبيق مباشرة اسفلها تجد كلمة recycle هذا امر جد رائع اذا قمت بحث اي ملف من هاتفك سوف يقوم باسترجاعه من هنا يعني اذا قمت بحث صورك عن طريق الخطأ سوف تسترجع اسفلها تجد كلمة face down look انت تستعمل هاتفك اي شخص اراد تجسس عليك مباشرة تقوم بوضع وجه هاتفك الى الاسفل سوف يتوقف التطبيق تلقائيا او امر يخصك اخي الغلي هذه التعديلات التي خاصة بهذا التطبيق الجد رائع التي اردت ان اشاركه معكم ان شاء الله قد ينال اعجابكم وان الاجبابكم لا تنسوا نشروا حتى تعوم الفائدة بيننا ايضا ولا تنسوا وضع اعجاب وكمونت او تعليق للتحفيز اكثر كما خبرتكم في الاول لو كانت لك اول مشاهدة لا تنسوا الضغط على الزر يعني الاشتراك بالقناة تفعيل خاصية الجرس لتشاهد كل ما هو الجديد في علم المعلوميات والشيء الاخر لا اطل عليكم اكثر من هذا سوف نلتقي في حلقات جديدة ان شاء الله مع السلامة